السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس اليوم وهو درس القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث وهو منهج الرياضيات للصف الثالث الإعدادي نبدأ بالأهداف الهدف الأول سنتعرف معا على القطع المتوسطة في المثلث ونستعملها الهدف الثاني سنتعرف معا على الارتفاعات في المثلث ونستعملها نبدأ بمفهومين المفهوم الأول هو مفهوم القطع المتوسطة القطع المتوسطة في المثلث هي عبارة عن قطعة مستقيمة طرفها أحد رؤوس المثلث ونقطة منتصف الضلع المقابل لذلك الرأس كما هو موضح فيه الشكل القطع المستقيمة اللي هي جيم دال تمثل قطعة متوسطة من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل وكما هو واضح كذلك أن لكل مثلث ثلاث قطع متوسطة تلتقي في نقطة واحدة تسمى مركز المثلث من خلال هذه المفاهيم ننتقل إلى النظرية وهي نظرية مركز المثلث ماذا تقول النظرية؟ يبعد مركز المثلث عن كل رأس من رؤوس المثلث ثلثي طول القطعة المستقيمة الواصلة بين ذلك الرأس ومنتصف الضلع المقابل له كما هو موضح فيه الشكل من الرأس اللي هو جيم إلى ميم يشكل ثلثي المسافة ومن ميم إلى يشكل ثلث المسافة نوضح هنا قبل أن نبدأ في المثال هذه عبارة عن قطعة متوسطة تبدأ من الرأس وتنتهي بمنتصف الضلع المقابل يتم تجزئة هذه القطعة المتوسطة إلى ثلاثة أجزاء متساوية الجزئين الأولين عبارة عن المسافة من الرأس إلى مركز المثلث وهنا عبارة عن المسافة من مركز المثلث إلى منتصف الضلع المقابل عبارة عن ثلث مسافة القطعة المتوسطة والآن دعونا ننتقل إلى المثال الأول إذا كانت النقطة رأى كما هو موضح فيه الشكل تمثل مركز المثلث ألف باء جيم وكان طول القطعة المتوسطة باءها يساوي تسعة القطعة المتوسطة طولها تسعة الجزء الأول من المثال أوجد طول باء راء أوجد طول باء راء كما أخذنا فيه النظرية فإن طول القطعة المتوسطة من الرأس إلى مركز المثلث تمثل ثلثي المسافة إذن ثلثي طول القطعة المستقيمة باء هاء يساوي ستة كما هو موضح فيه الحل باء راء تمثل ثلثي مسافة باء هاء إذن ثلثي التسعة يساوي ستة الآن دعونا معا ننتقل إلى الجزء الثاني من المثال وهو إيجاد طول راء هاء كما هو موضح فيه الشكل طول القطعة المستقيمة راء هاء هي جزء من القطعة المتوسطة باء هاء وتمثل ثلثي أو ثلث المسافة عفوا تمثل ثلث المسافة ثلث مسافة أو طول القطعة المتوسطة لإهي باء هاء ثلث التسعة يساوي ثلاثة كما هو موضح فيه الحل هنا قيمة راء هاء تساوي ثلاثة الآن دعونا نتدرب معا أحضروا الورقة والقلم وهيا بنا نتدرب في هذا السؤال في المثلث ألف باء جيم إذا كان طول القطعة المتوسطة واو جيم تساوي خمسة عشر فأوجد طولي القطعتين الآتيتين القطعة الأولى المستقيمة الأولى واو راء والقطعة الثانية راء جيم لكم دقيقتان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أحسنتم أعزائي الطلاب هيا بنا معا نتأكد من إجاباتنا طول القطعة نبدأ به الجزء الأول وهو إيجاد طول القطعة المستقيمة واو راء كما هو موضح فيه الشكل طول القطعة المستقيمة واو راء يمثل ثلث مسافة القطعة المتوسطة واو جيم طول القطعة المتوسطة واو جيم يساوي خمستاش ثلث الخمسة عشر يساوي خمسة كما هو موضح فيه الحل ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من السؤال وهو إيجاد طول القطعة المستقيمة راء جيم كما هو موضح فيه الحل فإن طول القطعة المستقيمة راء جيم يمثل ثلثي القطعة المستقيمة واو جيم أو القطعة المتوسطة واو جيم إذن ثلثي الخمسة عشر يساوي عشرة إذن طول القطعة المستقيمة راء جيم يساوي عشرة الآن ننتقل إلى المفهوم الثاني وهو ملتقى الارتفاعات ما هو ملتقى الارتفاعات في المثلث دعونا أولا نتعرف على مفهوم ارتفاع المثلث ارتفاع المثلث هو عبارة عن قطعة مستقيمة عمودية نازلة من أحد الرؤوس إلى المستقيم الذي يحوظ ظلع المقابل لذلك الرأس كما هو موضح فيه الشكل من الرأس إلى الظلع المقابل بشكل عمودي ويمكن أن يقع الارتفاع داخل المثلث كما في الشكل الأول أو خارجه كما في الشكل الثاني أو على أحد أضلاعه كما في المثلث القائم الزاوية وكذلك لكل مثلث ثلاث ارتفاعات تتلاقى المستقيمات التي تحتويها في نقطة مشتركة كما هو موضح فيه الشكل يوجد ثلاث ارتفاعات الارتفاع الأول باء والارتفاع الثاني جيم دال الارتفاع الثالث ألف هاء وملتقى الارتفاعات هو قاف دعونا الآن ننتقل إلى هذا المثال انظروا معي إلى الشكل الأول صنف القطع المستقيمة باء دال في كل من الأسئلة الآتية إلى ارتفاع أو قطعة متوسطة أو عمود منصف يوجد عندي ثلاث خيارات السؤال الأول أو الشكل الأول باء دال هل هي تمثل ارتفاع أو قطعة متوسطة أو عمود منصف طبعا الإجابة الصحيحة باء دال في الشكل الأول تمثل ارتفاع كما قلنا سابقا فإن مفهوم الارتفاع هو عبارة عن قطعة مستقيمة تصل بين رأس إحدى رؤوس المثلث إلى الضلع المقابل لهذا الرأس بشكل عمودي الآن ننتقل إلى الشكل الثاني يوجد عندي القطع المستقيمة باء دال هل هي عبارة عن ارتفاع أو قطعة متوسطة أو عمود منصف كما قلنا في بداية الدرس في الشكل الثاني باء دال تمثل قطعة متوسطة لأنها عبارة عن قطعة مستقيمة من الرأس إلى تصل بين الرأس إلى نصف الضلع المقابل لهذا الرأس نأتي الآن إلى الشكل الثالث هل هو يشكل ارتفاع أو قطعة متوسطة أو عمود منصف يشكل عمود منصف لأنه عندي من الرأس إلى قطعة المستقيمة باء دال من الرأس إلى الضلع المقابل بشكل عمودي وتنصف كذلك الضلع المقابل فأسميناها عمود منصف شكرا لكم أعزائي الطلاب على حسن استماعكم والآن لمزيد من التمارين والتدريبات انظروا الكتاب صفحة 126 الأسئلة من 1 إلى 2 بالإضافة إلى السؤال 26 و28 و32 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم شكرا لكم